الراديو 9090 يعني ازاي نخليها تفرق وتبقى احسن وهنا واحنا بنبحث عن الحلول اكيد هنتطرق للحلول اللي لها علاقة بالعنصر البشري في قطاع السياحة وبرضو بعض المشاكل التانية اللي مطلوب من وزارة السياحة انها تهتم بيها اكتر وتتحرك بيها اكتر هي وكل الوزارات المعنية الاخرى بهذا القطاع ويساعدنا في هذا الصدد انه يعني الحلول دي ما ترحاشها نبقى انما نترحها من اهل الخبرة ومعنا من اهل الخبرة الاستاذ الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف الصحية السابق وعض مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات يا استاذ الهامي برحب بيك معنا من نهارنا يا فنة اهلا وسهلا خلينا نبدأ من يمكن تقييم حضرتك لوضع السياحة في مصر في الفترة الاخيرة تشوف حضرتك قطاع ازاي هل بدأ يتعافى بعض الشيء ولا ما زال يواجه بعض التعثرات بدأ يتعافى بالنحة عدد السياح القادم الى مصر وبدأ يتعافى من ناحية الانفاق من بعض انواع السياحة الوفدة الى مصر عشان يكون محدد يعني الاعداد بتيجي طبعا على الغرداء وشرم الشيخ اللي هي السواحل الانفاق بيجي من السياحة الثقافية الاسرية واللي هي دي لما بدأوا الامريكان يعودوا والفرنسويين والانجليز الاغنية وامريكا اللاتينية هما دي السياحة الانفاق العالي طبعا في مؤشرات جيدة يعني انا حقول مؤشر لسه جديد قوي ان الصين هتمشي خط طهران مباشر هو في خط مصر الطهران وكان ينقصنا خط من الخطوط الصينية العديدة ففي خط حيمشي ان شاء الله في نوفمبر فده مباشر مش هيجيب سياحة كتيرة برضو مش بوعد بحاجات كبيرة طب ليه لانه لما باجي بص على الاكتر الدول او السياحة اللي بيصرفوا يعني وبيسافروا كتير الصين تقريبا رقم واحد واحنا رقم واحد بالنسبة للصين في افريقيا لكن لازم نعرف حدودنا فين يعني احنا بنقول في افريقيا وليس في العالم رقم واحد بالنسبة لهم هي جزء من الصين اه مدينة من مدن الصين او الجزيرة اللي هي بيلعبوا فيها اقمار هي دي نمرة واحد بالنسبة لهم بيروح خمسة وثلاثين مليون صيني وبيحتاجوا لتأشيرة خروج من الصين عشان يروحوا الصين يه محتاجين تأشيرة كمان اه طبعا عشان دي من المناطق هما اتنين اه هناك وهونج كونج اه يعني الحتتين دول لازم تأشيرة ولهم بوابات خاصة لما تروح الصين في المطارات لهم بوابات خاصة نعود الى مرجعنا احنا احنا عاوزين احنا مشكلتنا الاساسية ان ما عندناش خريط الطريق مش عارفين احنا عاوزين ايه لغاية دلوقتي واحنا يعني بنستفيد من اللي بيحصل يعني زي ما بقول لك خط الصين ده جيه من ايه من زيارة الرئيس للصين فده حيحمل مش بس سياح عشان كده بتسألني لا مش هيجيب سياح كتير لا حيحمل ركاب عاديين رجال اعمال حيحمل بضاعة وده كويس لان في انت عارف تنميت خط القناة وهم اول ناس بيستثمروا هناك مع الروس مظهور فدول حيخلق حركة مش كلها سياحية ولكن طبعا دي حركة مرغوب فيها وحركة غالية مش حركة رخيصة فنرجع احنا لما عملنا دراسة عملنا خريطة طريق اول حاجة فكرنا فيها احنا عملناها مع مركز الدراسات الاقتصادية وهذا مركز قائب منذ فترة طويلة يعني وبعض الزملاء في مجال السياحة اول حاجة تطرقنا لها احنا فين في طبعا دافوس الاكتباع بتاع دافوس بيعملوا حاجة اسمها التنفسية لكل دول العالم في كذا مجال فابتدينا من حتى احنا عارفنا وعارفين ان دورنا متأخر ابتدأ يتقدم بس مش زي الزمان فعايزينه يتقدم فقلنا احنا فين وعاوزين نبقى فين لازم نحط هدف فقلنا احنا بالنسبة لمين احنا فين حاخدنا الدول المتقدمة انا كنت سمع اجزاء من الحديث اللي هي فرنسا وايطاليا واسبانيا وبعدين شفنا الدول المنافسة اللي هي تركيا واليونين وبعدين شفنا الدول الجوار اللي هي الاردن والمغرب وتونس لاحظنا ان في التنافسية العالمية احنا ما احناش احسن غير من دولتين بس الاردن وبحاجة بسيطة وتونس وبحاجة بسيطة فدي مش معيار كافي ولا يليق بمصر وخلينا نوضح ان يمكن احنا افضل من تونس في الوقت الراهن في الوقت الراهن تفرق في الاجازات بس وتونس كمان خلي بالك موسمية جدا هي بتشتغل يونيا واغسطس ده العالي يونيا وسبتمبر وهم بدأوا يلجأوا الى سياحة الولنس اللي هي الاستشفاء اللي هي في السباة وحاجات زي كده وعملوا تقدم كبير لكن طبعا حصل حصل في الربيع العربي نيجي نقول طيب احنا ايه اللي عاوزين نعمله عشان نوصل لكده اوين احنا حطنا هدف هدف كده طبعا الاحصايات الموجودة لا تفي بالغرض وغير كافية لكن بعضها تديني نستشف منه وقلنا عاوزين نوصل سنة عشرين الى سبعتاشر مليون او ستتاشر مليون وتسعمية سائح ده بناء على بعض الدراسات الحسابية يعني ده اللي هو هيبقى افضل من آآ الفين وعشر اكيد وبعدين احنا دايما لما بنقول يعني انا مش بقول بس عداد لان طبعا كثير من الاوقات بنقول احنا جلنا كذا سائح لأ لازم اربطهم بالاراد بالاراد وإلا بقى انا بصرف على السائح صح يعني يعني عفوا ان اخطع كلام بحضرتك ولكن لما بنيجي نتكلم النهاردة على فرنسا بيرد اليها حوالي تسعين مليون اه تلاتة وتمانين ايبا مكتوب في احد التقارير تسعة وتمانين تسعة وتمانين انما الاولى من حيث الاراد الولايات المتحدة الامريكية بزبطول اعداد السياح السياح اقل اقل بكسر انما اه الدخل من قطاع السياحة اكتر بكتير يمكن هي الاولى عالمية والاولى الدفنت لها عالمية اسبانيا برضو مع انها نمرتين بعد فرنسا في عدد ساححيب الدخل اقل من الولايات المتحدة. مم. ليه? الولايات المتحدة بتروح لها بطيارة. مم. اولا. مم. اتنين كبيرة. مم. وبعدين لو قعدت في الطيارة تمن ساعات او عشر ساعات لو حسب رايح الايستا والوست كوست. مم. هتقول طب ما اعمل حاجة تانية. اه. فبتقعد اكتر. مم. ازا الوقت اللي بتقعده. والولايات المتحدة في الفترة الاخيرة غلقت جدا. مم. ما كانتش كده. اه. فازا الاراضة بتاعها عالي ده من غير اي حاجة. بس في حاجة تانية والله استاذ الهايمي اعتقد برضو حالك صححني لو انا مخطئ. انه اه بحكم الواحد زار الولايات المتحدة الامريكية قبل كده. ثقافة ان الواحد يروح يفضل قاعد في فندق ما بتحصلش. انما على حس الزائر ده او السائح بينشط خدمات كتير جدا وبيصرف فيها. وبالتالي ده اللي بيعظم من الاراضة من قطع السياح. اكيد. مم. وبعدين حضرتك روح اي متحف. هتلاقي سوفينير. مم. يعني احنا عملنا متاحف مصرية كانت في جولة في امريكا الفين واثنين لالفين واربعة. اه. قبل متحف فتا عن خمون لما ودنا. مم. اه كنا عاوزين نوري او نبيع حاجات مصرية. لان في سوق اي متحف عشان الناس تمشي بسوفينير من مصر. اه. ملقناش اي حاجة تتصدر من مصر كنا بنجيب من الصين. انها رابعة. ولو لقيت في مصر التغليف وحش. مم. يعني يمكن فيه التقدم ولكن بطيء. مم. فا آآ زي ما حضرتك قلت في حاجات كتيرة بتيجي جانبها. مم. في السينما في المصرح انا بروح نيويورك ليه. مم. عشان اشوف مصرحية. اكيد. صح. يعني دي حاجة من اللي لازم تعملها تشوف. برودوي طبعا. ده الناس بجيارة من. لازم مصرحية مصرية عشان تروح. اه. لندن نفس الحكاية من ضمن الحاجات المسلية هناك او الهيلة يعني. مم. ففي حاجات تتشاف. حتى لو ما انتش عارف انجليزي كويس بتروح المصرحية الموسيقية. صح. لان زي الاوبرا. مم. مش شرط تتبقى فاهم الكلام. مم. بس عارف الحبكة ايه والكلام. مزبوط. التمثيل عبارة عن ايه والاغنية عبارة عن ايه. مم. ففي حاجات كتير بتتشاف. مم. فرنسا بقى قريبة من اوروبا كلها. بالزبط. اللي بيشتغل جنيني. في هولندا. بيروح بلده في تونس او المغرب او الجزائر. بيفوت على فرنسا مرتين. مم. وهو رايح بالعربية. اه. عشان اركب المركب. مم. وهو راجع بالعربية. فطب بيعتبر سائح. اتنين سائح. مم. مرتين. بيعتبر مرتين. اهما ليه. اه. بالنفس الحكاية بيفوت على اسبانيا. مم. بيفوت مرتين. مصبوط. فاللي كان بقى غريبة مثلا احصائيات المجر. كان بيجي لها اه مليون ومئتين الف سائح فعلي. مم. واربعين مليون سائح ترانزيت. لان هي على النمسا. اه. لو تبص جغرافيا. اه ايام بالذات لما ابتدوا يفتحوا بين الدول الشيوعية. مم. فكان عليها اقبال كتير. مم. نرجع مرجوع على طب احنا عاوزين ايه? مم. عاوزين نعمل ايه? وان اللي لازم نعمله? مم. فاحنا قلنا اولا على المستوى المؤسسي. المؤسسي يعني ايه المطلوب. مم. في الوزارات. ده اقتراحات. مم. اقتراحات مبنية على خبرة المجموعة اللي هي اللي هي اللي هي بقسة بيها. مم. وممكن تتعدل. قلنا احنا عندنا مشكلة اساسية. في المؤسسات. اللي هي ايه? وزارة السياحة. وزارة الطهران. وزارة الاثار. وزارة الثقافة. مم. بيشتغلوش مع بعض. مم. ده قد يزهر احيانا انهم يشتغلو. لكن لازم نكون. بشكل مؤسسي. مم. نظم. اه. ففي بعض الاقتراحات يكون نائب رئيس وزارة. مش شغلته بقى مكاتب وبتاع. لا بس التنصيق بين دول. لان لو قلت دول من درجة وزير محدش هيابله. مم. فبرضو احنا مراعيين كل الكلام. مم. وكاتبين ايه اللي لازم يتعامل في هذا المجال. مم. بعد كده بنيجي من ناحية الرقابة. طب انت عملت احلى النظام لو ما راقبتوش كويس. يبقى انا لازم ادي الوسائل الرقابة لجهاز الرقابة هو البرلمان. مم. فلازم ادي له الوسائل اللي راقب على هذا ازاي. مم. نرجع بقى على القطاع. حضرتك اصارت حتة اساسية. اللي هي البشر. العنصر البشر. ده اهم حاجة عندنا على بابية خدمة. مم. النهاردة تلتين العمال والموظفين اللي كانوا عندنا في قطاع السياحة ماشوا. مم. من مليون وتمنمية. مم. ما يزيدوش عن ستمية او ستمية وخمسين الف اللي فضلين. ينهارب يد. لو جلنا السياح بكرة احنا كلنا في مأزقة. مم. انا بقولها لان لو ما جبتش بسرعة ناس ودربتهم. مم. التدريب اتقفل من الفين وستاشر. التدريب اتقفل. اتقفل. يعني فيش تدريب اصلا بيحصل دلوقتي. خلاص انا كنت عاملت النظام تدريب انا وزملائي والاستاذ حسين بدران وكان حاجة عظمة من الفين واتنين. مم. كل المنظومة دي انتهت. مم. طب انتهت ليه فان? لأ دي ظروف بقى. مم. فانتهت. مم. يعني الوزارة ما مولتش. مم. لفترة طويلة الوزارة لم تمول هذا التدريب وكانت هي الحقيقة يعني احنا ابتدينا بالمنحة من حكومة الامريكية وبعدين استمرنا بتمويل من كافة الوزراء ابتداء من الدكتور البلتاجي الله يرحمه. مم. الى احمد المغربي الى زهير جرانة الى لغاية هشام زعزوها. مم. ثم انتهت. مم. فناهينا التدريب كنا عاملين احسن مدرسة طهاء بتطلع شافة. مم. بعد ستة شهر وكلهم مؤهلات عالية. لما قالولي لما كنت انا برأس اخر اتحاد قالولي اصل دول بيشتغلوا بره. دول بيشتغل بره بيجيب لي فلوس. بيجيب لي عائد. مم. دولار. مم. فحتى لو بيشتغل بره لان انا عندي مشكلة يبقى كويس. مم. المهم دي انتهت برطه. وانتهت التدريب العادي. وكان له كله شهادات. مم. فكانوا بيقولوا الشهادات دي بتسمحنهم يشتغلوا بره. طب ده مصري اضافي اشتغل بره. وبي يعني بيجيب داخل البلد. ده جزء اللي هي. فاذا لو ما احنا لو جينا قلنا النهاردة طب يلا نرجع مركز التدريب ده مرة تانية. هنبدأ من الصفر. الحقيقة احنا عندنا كل الحاجات. احنا اول صناعة عمل الدراسة كاملة متكملة لكفة الوظائف في هذه الصناعة. مم. وبناء عليها حطينا برامج التدريب. يعني ما عملنا الشغل اعتباطا. اه. وكان زملاء كتير لغاية دلوقتي في منهم في مجل الشعب وفي منهم كتير والناس ممكن كلهم يساهموا. ودول كانوا يساهموا يعني. مم. تطوع لعمل عام. مم. فالكلام ده موجود. المهم بقى ان احنا نسترجع المؤهلات اللي كنا بنجيبها من امريكا. من سكوتلندا. كنا جايبين شهادات معتمدة. مم. فالمتخرج كان بيحس بفخر وهو خارج. مم. النهاردة انا لازم اعمل حاجة اسمها تدريب تحويلي. مم. يعني النهاردة خريجي. سياحة وفنادق. للأسف ما هماش احسن ناس. مم. فطب اعمل ايه? انا اهم حاجة بالنسبة لي النهاردة اللغة. اذا اخد اي خريج عنده لغة كويسة واعلمه سياحة في تلات اربعة شهور. مم. ده متدريب تحويلي. مم. يعني بيحولوا من اداب. مم. او حقوق. او طب او هندسة. وفي كتير. اه. يعني ما فيش استغراب في هذا. مم. انهم بيدخلوا مجال السياحة. مم. وبينجحوا جدا. مم. لان صعب جدا نعلم واحد لغة في اربعة شهور. صح. لكن. اسهل جدا ان انا نعلمه مبادئ السياحة. مرحب. على الاقل في اربعة شهور. مم. ده بالنسبة للبني ادم. وده كوام السياحة. مم. الجزء التاني اللي هي مم. الشركات. من ناحية الهيكلة المالية. الهيكلة المالية. مم. للغاية. لو ملحقنا هاش وصلحنا الفنادق. هيجي الزبون يلاقي فندق واقع. مم. فمش هيجي تاني. صح. فلازم اصلح الفنادق. وانسبنا من اللي بيبرق انا عاوز كله. مم. مم. كله النهاردة في حاجة اسمها اللي هي الجديدة للفنادق عشان اقول ده خمس نجوم ده اربعة. مم. لازم امشي عليها. حال. يبقى لازم اصنف الفنادق. ما عنديش تصنيم فنادق. مم. اه بعد كده التفتيش. مم. ده مهم. لازم اضرب مفاتشين. مم. واضرب مفاتشين. احنا كنا عاملين برضو عشان بالاضافة الى المفاتش بتاع الحكومة. كنا عاملين حاجة اسمها يعني المشتري المجهول. مم. باجي للسيادتك اقول لك تفضل اه روح احضر. اه روح الفندق ده. وبات ليه على حسابي. مم. واحد دي لك ورقة بس ملاها. مم. كان فيه كم نوع جبنة على الفضار. كان فيه كزا. كان فيه كم صابونة في الحمام. هل كان فيه اه صابون سائل ولا لا. كل ده عشان تدي نجومية بتاعت الفندق. اه. وعملناها فعلا من الفين واثنين. وكان الاستاذ فاتح نور رئيس غرفة الفنادق وقتها. مم. واتطبقت. بس للاسف ما فيش وزير نزل الفندق درجة. يعني برضو نقول الصح. احنا دي معناها انك الفندق اللي ما يمشيش. ينزل درجة. مم. فدي حاجة تانية. مم. اه. ولي حالك بتقوله ده الحاجة احنا مش مخترعينها ده يعني بيحصل في البلاد بره عادي. كل حتة. اه. لا 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 ما قلفناش. مم. وبعدين جبنا شركة اسمها شركة بريطانية. مم. عشان تقيم الهاجين. الناحية الصحية. مستوى الاول نظافة طبعا. واحنا جايبينها بفكر برضو تاني. مم. ان لما اي سايع يشتكين خليهم هم اللي يردوا عليهم. هم اللي شافونا. اه. وهم اللي قرروا لو انا صالح ولا لا. يبقى يردوا. مم. علي. مم. نيجي بعد كده النقل السياحي. النقل السياحي عندنا مشكلة كبيرة. مم. مفيش سيارات نقل. سياحة. مم. في نقص كبير جدا جدا جدا. مم. لان السيارة اللي كانت بستمائة الف جنيه الفين وعشرة. بقت بتلاتة مليون ونص. هل لها حل? لها حل. قلنا بدل ما اجيب سيارة اخر موديل اروح اي ديوتي فري زي دبي اي حدة. نجيب سيارة سنتين او تلت سنين بينزل تمانها تلاتين اتبعين مية او زيرو. اه. الزبون مش هاخد باله بقى اه. الفين وزمنتاشر ولا الفين وستاشر. مش فرق. ولو اخد باله المهم ان حدد. بالزابط وده قرار وزاري. يعني مش محتاجة لتغيير قانون برضو احنا مراعيين كل حاجة في هزي اه الدراسة. طب ما ايش سيد تهمي يعني انا بس بيارد لذين الوقتي بالخطة المدروسة اللي حاطيك بتتكلم عليها دي. اه لم تطرح على وزيرة السياحة? ترحت. دكتور انا سلمناها لكل المسؤولين. وكان رضي فعله. لا. ده كلام ده. لم تناقش. لا لا لم تناقش. الكلام ده من مدة. من مدة كبيرة. اه. من اه اول ما طلعت يعني الكلام ده اربع خمس شهور. اه مبعدتها. وقلت احنا مستعدين نجي نشرح. ليه? اه طبعا كل واحد وممكن تدخل عليها تعديلات. احنا مش بنقول ده كرآن. ده مجرد خطة. اه يدخل عليها تعديلات. وكل واحد يزيد. احنا نحس انه في رغبة للتغيير. فنقع بقى مع بعض يا جماعة اللي انتو عاملينه ده والله في جزء كويس وفي جزء محتاجين نعدلهم. ومش شرط معنا. اي مجموعة تقعد. احنا بنقول. وده ما حصلش? يعني. وزيرة السياحة. وزيرة السياحة لم تلتقي بأي من العاملين في خطاة السياحة. لا بتلتقي اتناس. اه. بس انا بتكلم عن الخط. اه من افهم. انا محدد جدا في في الكلام. اه. ونايب الوزير برضو كانت عارفة بيها وراحت لها اللي هي معادتش نايب وزير طبعا. اه كل ده اتعرض. اه. احنا دلوقتي بنعمل حاجة تانية خالص برضو خاصة بده. اه. اللي هي تحرير سماوات المصر. تحرر السماوات ولا لا? اه. ولو في خسارة المصر التارنت عوضها ازاي? اه. يعني احنا مش بنفكر احنا بنفكر لمجرد ان عايزين نعمل حاجة للبلد. عايزين ننهض بالقطاع. ننهض بالقطاع. القطاع اربع اجناحة ده الهدف. طيب. الى اي مدى بتشعر بان هناك استراتيجية مختلفة او منهج مختلف بتعمل عليه وتعكف عليه وزارة السياحة. ممثلة في وزيرة السياحة الحالية دكتور رانيا المشاط. وحاسس انه يعني في نية للتغيير او رغبة لدها. بس هنجاوب على هذا التساؤل بعد الفصل. فتر. لسا مكملين مع حضراتكم وتفرق مع رامي رضوان. وبنتكلم انه قد ايه تفرق لو اهتمينا بقطاع السياحة اه بصفة عامة. بدأنا نطور من العنصر البشري. وتحدثنا عن تطوير العنصر البشري قبل الفاصل. وكان سؤالي قبل الفاصل مباشرة ولا هنرد عليه دلوقتي هنرد عليه استاذ الهامي الزياد ضفن العزيز رئيس التحاد الهورة في السياحية السابق وعض مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات هو هل هناك بخبرته من هذا القطاع هل يرى ان هناك رغبة للتغيير واستراتيجية للتغيير وتحرك للتغيير في الوقت الراهن والوزارة الحالية ام لا? اه انا هتكلم بالنحية يعني موضوعية باحتة. اه انا بقول ايه اللي اللازم يحصل? وبعد كده على اولياء الامر انهم ياخدوا قرار اه يا لا. اه. تغيير الافراد او الاشخاص مش هو ده الاساس. الاساس الفكر. اه. فلما نيجي للتسويق. الى الان في مصر لا يوجد تسويق. اه. يوجد ترويج. والترويج اخر خطوة في خطوات التسويق. اه. طب مش لازم يزبقها حاجات. يعني لما واحد بيقول انا هسوأ بضاعة. اول حاجة بيقول ايه اللي انا هسوأ? اه. الم رصاص? ولا عربية الكهرباء? ولا لو جبتها هحط لها محطات شحن ولا لا? اه. يعني لازم اعرف المنتج اللي انا بسوأ. اه. انا نهار ده عاوز يسوأ ايه? عاوز يسوأ اصار? عاوز يسوأ سياحة. اه. شوية ناس بيقول لك سياحة الاجية. علاجية ازايتنا انت لسه شايف اللي حصل. اه. من يومين. اه. يبقى ما اتكلمش عن السياحة الالاجية عيب. اه. اتكلم عن السياحة الاستشفائية. واحنا عملنا دراسة. اه كبيرة جدا يا مونير فخري عبدالنور مع الاتحاد الاوروبي. وقالوا وصل لا تصلح للسياحة الالاجية. اه. فيسا بقوله مش عيب. انا مش بتاع انا مش حاوي بتاع كل. اه. وبعدين الهند بتديك احسن خدمة ابرو بقى التمن. اه. في هذا المجال. واحنا كاتبين على فكرة كل انواع السياحة. اه. انا النهاردة اللي انا. ايه افضل مقاوماتي اللي اقدر انافس بيها. افضل مقاوماتي اللي حكسب بيها. اه. نمر واحد السياحة الاسارية عشان الفلوس. اه. السياحة الشاطئية عشان بتشغلي عمالة عالية. اه. انا عاوز اشغل شباب. اه. وعاوز اكسب فلوس. اه. لازم وسطا بين دول. بعدين اي حاجة تانية بتجيب لك حاجات هامشية. اه. مش سياحة المؤتمرات. احنا متقدمين. ابتدينا انا شايف في مجوود عظيم من الدولة. مش من وزارة السياحة. من الدولة. اه. اه. من كزا وزارة. اه. بيجيبوا مؤتمرات لمصر. اه. ده جيد جدا لان اعلى انفاق في العالم هو انفاق المؤتمرات. بس في بلاد اه يعني اندي نموزك الامارات وتحديدا دبي. اه. في سياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات. يعني مكسرين للدنيا. مصبوط. طب احنا ليه ما بنعملش دهنا. بالرغم ان اه امكانياتهم يعني اول لحظاتك انا لما انا اول ما ندخل سياحة المؤتمرات. مصر. وفخور بهذا وسياحة المعارض والحاجات دي كلها. الكلام ده من الف وتسعمية وتمانين. مم. طبعا دي ارقى سياحة. مم. ما بنعملهاش له انا من سنة تسعين وانا بقناها دي ان احنا لازم دي هيئة مستقلة او مجموعة مستقلة ما تزيدش عن عشرين نفر لانها لها تسويق من نوع خاص. مم. احنا الدولة مشكورة هي بتسوى. مم. بس احنا دي ممكن تجيب حوائد اكتر لكتير. مم. خاصة ازا عارفنا حاجة مهمة ان احنا مفيش غير ثلاث دول في افريقيا اللي ممكن يستضيفوا مؤتمرات. مم. نمرى واحد مصر. مم. نمرى في جنوب افريقيا. نمرى تلات المغرب. والمغرب. اي بلد تاني ما عنديهاش امكانيات. مم. انا امكانياتي كمصر تفوق عشر اضعاف اي بلد من دول. مم. الامن عندي الحمد لله ان احنا النهاردة ممكن نتكلم على الامن بممتال. بالاريحية. اه. بعدين هتبتدي تقول بقى طيب اللي بيجي السياحة مؤتمرات ده. بعد كده عاوز يروح حتة. مم. انت جنبك مية حتة ممكن يروح. مم. ممكن يروح داخل البلاد لقص الاسوان اسكندريا. زي ما انت عايز. مم. ممكن يروح جنبك نيكوسيا. ممكن يروح اليونان. ممكن يروح اي حتة انت عاوز. اه. اه. ففي احتمالات. لما بتروح جنوب افريقيا بتروح فين جنبيها ولا حتة. مم. لو بصيت لها على الخريطة. مم. خلاص. وصلت هناك بالكتير هتروح تتفرج على الحيوانات. مم. في سبي سبي ولا ملا ملا. اه. لكن مش هتروح حاجة تانية. مم. هي فيها حاجات كتير جنوب افريقيا بلد كويسة جدا. مم. لكن استغلوا بقى صارة مهمة جدا. انا اللي قلت لهم عليها في خمسة وتسعين. ان النهاردة لما بنشوف المؤتمرات ستين في المئة مؤتمرات تبضية. مم. بقى كل تلات سنوات كل اربعة سنوات وكل سنة فيه تخصص جديد بيعملوله مؤتمر. مم. مفروض المؤتمرات دي بتلف الكارات. اضعف نصيب بيجي لقرة افريقيا. مم. طب اجيب المعلومات دي هل متاحة? ايوة متاحة. عند منظمة اسمها الايكا. مم. الايكا عندها هزي بتعملك دي شهريا. المؤتمرات اللي حصلت من تلاتين سنة او اربعين سنة. مم. والمؤتمرات اللي هتحصل في العشرين سنة الجايين. مم. فبتروح المنظمين المؤتمر وتقول لهم افريقيا ما اخدتش نصيبة. مم. اسيا خدت. اوروبا خدت. امريكاتين خدت. مم. استراليا خدت. طب افريقيا. فبيبقى لحد ما بتاخد بنت. مم. وانت بتسجل يعني لو ابتديت تقول انا عندي امكانيات. اه. بتاخد. فعندنا فرصة موجودة. عندنا فرصة موجودة. ما بنستغلها. بنستغلها. وفي معارض اصلا متخصصة جدا. مم. يعني مش اي معارض روحه في مؤتمرات. مم. في معارض في لاس فيجاس ومعارض في برسلونا ومعارض في فرانكفورت. ودلوقتي معارض في سينجابور. مم. هما دول اللي لازم يتراحوا. في بقى سنويين في استراليا. في بتاع بس دول على اساس اصغر شوية. مم. والسياحة دي واسياحة الاجتماعات اللي هي مؤتمرات مصغرة. شركة واحدة بتعمل المؤتمر. اه. او زي شركة زي مايكروسوفت بتعمل لربعة تلاف خمس تلاف واحد. مم. شركة واحدة. مم. اه. فدي حاجة لازم ننتبه لها. مم. لان دي مصدر فلوس كبير. مهم جدا. وبالذات ان احنا بننمي الساحل الشمالي والعالمين الجديدة. ودي هتبقى منطقة جزبة الى هذا. صحيح. بقى على ذكر الساحل الشمالي الحقيقي. او ده يمكن لمست اه هذا العام انه في عدد من السياحة من دول العربية الشقيقة. لا ملحوظ ان العدد اكبر مما اعتدنا عليه قبل كده. اه. ولكن مع ذلك لما باجي بص على مدينة صغيرة زي اينابا في ابرص. بلاقي انه في التلت شهور دول شغل على قدم وصاق. سياحة بمعنى الكلمة. اعداد ازاي? رغم ان هي تلت شهور وبقيت السنة نايمة. فيش حاجة هناك. اه ده بالزبط. طيب لو انا عندي الساحل اقدر كمان ان انا عايشه طول السنة. بلايش طول السنة. طب التلت شهور دول. مم. ليه ما اهتمناش من فترة كبيرة يمكن الاهتمام ده بقى موجود دلوقتي بان يكون عندنا غرف فندقية عدد يسمح بان انا اقدر يبقى فيه سياحة استقابلهم. وخصوصا وانه الساحل هذا العام لفت انتباه عدد من السياح العرب بشكل كبير انه فيه مقاومات اه قوية. هو عشان تجيب او تبقى العملية ذات منفعة للمستثمر. عشان المستثمر مش هيحط فلوس وفي حاجة ما تكسبوش. مم. لازم تخلق رجل على السياحة في الفترة اللي حضرتك. قلت بالزبط اه نابة دي شغالة صيف شهد. اه. اه سوري صيف بس. صيف بس تلات شهد. دون الشغالة صيف بس. اه. اه اخلق بقى شيتا عندي مقاومات وهنا انا كنت بقول لك مثل مدينة زي العالمين. مم. هيقام فيها جمعتين. مم. او تلاتة. اه. ومدارس ومستشفى. ومدارس. دول هيعملوا ايه? سياحة مستدامة. طول السنة. ليه بقى? لان انت بعدت ابنك يدرس. مم. داخليا وخارجيا. مم. هتيجي تزوره. اه. هتعتاد على المكان. مم. بعد اما يتخرج هو هيرجع. واهله هيرجعه. مم. واكبر دليل على هذا. عدد كبير من الساقحين الكويتيين. مم. تقول له ما تجي لنا مصر يقول لك طبعا. انا درس في جامعة القاهرة. اه مصبوع. انا درس الجيل القديم شوية. صح. انا درس في جامعة اسكندرية. مم. اه بحب اعود على القهوة. مم. انا ده سيح ما انتش محتاج تعمل له. ترويج. خلاص هو هي. اه. 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 فازن لازم ده لازم العلامة التجارية. امم. احط علامة. زي البنتين اللي طلوا في مؤتمر الشباب. اه. بيعايزين اعملوا براندينج اه. اه. اه ده والي. براندينج. حضرتك قلت الاسم هي براندينج. اللي لازم تتعامل. امم. احط وبعدين الترويج بقى اخر حاجة. لما بعارف انا وراء ما عاملهاش. اه. فده اللي لازم نفكر فيه. انا حسيت من كلام حضرتك ان احنا بعيد اوي. لا. من شاء الله بص كل حاجة يجب ان يكون عندنا امل. وطبعا. طبعا. اه. الامل موجود وما ده من خطة موجودة. حتى لو زي ما حضرتك تفضلت ومشكورا وقلت يعني احنا عاملين خطة واكتهادنا فيها لو فيها تغييرات اهلا وسهلا نغاية. بس هو المهم نبدأ. لانه هو الشعور حتى الوقت الراهن ان احنا بنتحرك بسرعة السلحفاء في قطاع السياحة. ورغم انه لو جرينا فيه. هيدر عائد كبير جدا. احنا في اشد الحاجة اليك دولة. وسريع. وسريع. لعلى وعسى يكون البداية قريبة. اه للتحرك في هذا القطاع بشكل كبير. واحنا هنحاول نقوم بدورنا كا اعلام. وحضرتكم امين بدوركم ما شاء الله بالخطة الرائعة اللي موجودة قدام حضرتك وطرحتها علينا. لعلى وعسى يبقى فيه تحرك من كافة المؤسسات بقى مش بس وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة. وزارة الثقافة وزارة الداخلية كمان. وزارة الاثار ووزارة التهيران. اتمنى ان شاء الله يعني السادة المسؤولين يكونوا استمعوا لهذه التفاصيل ويكون فيه تحرك الفترة القادمة ان شاء الله. اه احدك بتشرفنا دايما. شكرا. وبنشكر حضرتك على تلبيت الدعوة. مرسي. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. استاذ الهاميل زيات. اه رئيس التحادة الغرفة الصحية السابق. وعضو مجلس دارة الشركة القابضة للمطارات.